جوز كلام لاني علي انه قديش شافت وعانت لوصلت لها المرحلة ومنجيها معجبة بشجاعتها وقوتها هلا انا ما حكيت بالموضوع ابدا من باب انه هي حريتها الشخصية وهي قررت تنهي حياتها بهي الطريقة وهي حرة لا بيحقلنا نحاسبها ولا نصادر منها هي الحرية بس انه عن جد شايف الموضوع فيه شجاعة يعني ايه طبعا شجاعة انت متخيل قديش لازم يكون الواحد قوي وشجاع لحتى ياخد هيق قرار قرار انه ينهي حياته لا وشو يصور مشهد الانتحار كمان لا اسمحي لي ام جوزيف انا شايف الموضوع بالعكس انا شايف وجبنه انسحابه الهروب يعني ضعف الانسان من مواجهة مشاكله واقعه هي اللي بتخليه قرر انه ينسحب من الحياة كلها متل ما بكون عندك شغل وما بتعرف تحلل المشاكل اللي فيه بتقومي بتقدمي استقالتك وبتمشي شلون شايفه بالعكس ما عم بفهم المنتحر ابو فاكر عم بيوقف باصعب موقف بالحياة وياخد قرار انه ينهيه يعني تخيل انه حدا يوقف بالطابق العاشر ويتطلع لتحته يرمي حاله اي انا اذا بكون بالطابق الرابع حس برهبة وقت بتفرج من البلكون او اللي بيحط مسدس براسته وبيضغط على الزناد معقول ما بتشوفه شجاعة انتي عم تشوف الموقف اللحظي تبع الانتحار يعني دقائق الانتحار او ثواني بس انا عم بتطلع على الحالي العامي على حياة هذا الانسان انه هو لو قادر يواجه الصعوبات اللي بحياته ما كان انتحار يبدو ما رح نلتئي بولا نقطة لانه وجهات نظرنا مختلفة يا ستي وهذا الشي لا يفسد للود قضية المهم الله يرحمه بالنهاية هذا قراره واجبنا نحترمه وصارت هلأ بين ايدي الرب العالمين ما دخلنا فيها ليك ليك شوفي عاملين حملة تبليغات لحزف الفيديو من الفيسبوك اف وليش بقى عم بيقولوا انه الفيديو بيشجع على الانتحار وممكن يصير هاد الشي موضة ويدرج بين الناس انه ينتحروا ويعملوا لايف مشان هيك عم بيطالبوا انه ينحسفوه يعني والله ما بفهم انه نحنا ما منعرف ابدا نحترم قرارات بعض لا ونحنا عايشين ولا ونحنا ميتين يعني برأيك ما لازم ينحزف الفيديو طبعا لا لانه المخلوقة وقت قررت تنتحر وتصور الفيديو كان عنده رغبة بهالشي فيه رسالة بده توصلها يمكن غلطاني يمكن مانا غلطاني هذا قرارها نحنا لازم نحترم هالرغبة ما نصادر لياها يعني حتى بعد ما تموت بدنا نتحكم فيها كمان عمى بس في ناس ما بتتحمل تشوف هيك شي ببساطة اللي ما بيتحمل لا يتفرج وعن جد بركي صارت موضة والناس صارت تتصور وتنتحر يعني اللي بدو ينتحر رح ينتحر لانه صارت موضة اكيد لا رح يكون عنده اسباب تانية للانتحار ماشي يمكن هذا الفيديو يشجع الناس انه تصور لحظات الانتحار تبعيتها بس ما رح يشجع الانتحار بحد ذاته صح والله غريبين نحنا يعني ما منفكر انه هالمخلوقة شو يلي وصلها لهالمرحلة وانه خسرت حياتها لأسباب الله بس بيعلم شو هي بس منقعد منفكر انه بدنا الفيديو او ما بدنا يا لك هاي المشكلة نحنا منترك الجوهر ومنلحق لقشور حق معك يعني اذا بتقرأ التعليقات والله شي بيخجر انه عن جد الناس هيك بتفكر ايه ستي هيك واكتر اكيد هلأ هذا اللي عم يكفرها وهذا اللي عم يقول ابصر شو كانت عاملة بحياتها اشكال الوان من هالحكي استغفر الله شو هالعالم هي يا الله ايه والله مزبوط يعني من بين اكتر من ثلاثين تعليق بس اتنين او ثلاثة اللي عم بيقولوا انه هي حريتها الشخصية لازم نحترمها وانه حلو عن البنت خلوها تنام نومتها الابدية بسلام يا ستي اذا بدك حتى نحنا هلا انا وياكي عم نشارك بانه هي ما تنام بسلام كيف بحديثنا هذا اللي صرنا ساعة فاتحينه اول تاك بكفي نقول حياة وحرافية والله يرحمه جوز كلام اشتركوا في القناة